السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذهب التلميذ إلى المدرسة مسرعا إذا سألنا عن هذه الجملة وقلنا كيف ذهب التلميذ إلى المدرسة الإجابة مسرعا فكلمة مسرعا هنا حال عاد التلميذ من المدرسة ماشيا إذا سألنا كيف عاد التلميذ من المدرسة الإجابة ماشيا فالحال هنا يصلح أن يكون إجابة عن السؤال بكيف وما هو الحال أصلا الحال اسم النكرة منصوبة تبين هيئة صاحبها وقت حدوث الفعل وكلمة هيئة بالمناسبة تكتب على ألف وتكتب على ياء وحسب القاعدة أنها تكتب على الألف وقد أقر مجمع اللغة العربية كتابتها على الياء لأن الياء في قوة الكسرة وإذا نظرنا إلى الكلمتين مسرعا وماشيا فسنجد أنها اسم ونكرة ومنصوبة وتبين هيئة صاحبها وقت حدوث الفعل من صاحبها هنا؟ التلميذ في الجملتين وصاحب الحال دائما يأتي معرفة والمعرفة إما يكون اسما معرفا بأل أو اسما علما يمكننا أن نقول أيضا ذهب خالد إلى المدرسة مسرعا أو راكبا أو نشيطا كل هذه أحوال وسنتعرف عليها خلال الأمثلة التالية والحال يصلح أن يأتي إجابة عن سؤال بكيف ونتعرف على صاحب الحال صاحب الحال اسم معرفة قد يكون الفاعلة أو المفعول به أو الاثنين معا أو نائب الفاعل وسنأتي بالجمل بنفس الترتيب إن شاء الله وتطابق الحال المفردة صاحبها فيه والمقصود بالحال المفردة أي التي يأتي كلمة واحدة وهي من أنواع الحال وسيأتي تفصيلها في المقطع القادم إن شاء الله وما سنتحدث عنه اليوم هو الحال المفردة أي التي تأتي في كلمة واحدة وتطابق الحال المفردة صاحبها فيه التذكير أو التأنيث يعني صاحب الحال مذكر يكون الحال مذكر صاحب الحال مؤنث يكون الحال مؤنث وهكذا وتطابق أيضا الحال المفردة صاحبها في العدد إذا كان صاحب الحال مفردا تكون الحال مفردة إذا كان مثنى تكون مثنى إذا كان جمعا تكون جمعا إلا في جمع غير العاقل فيصح أن تأتي الحال عنه مفردة والذي يفرق بين الحال والصفة أن الصفة تتبع الموصوف في التعريف والتنكير كلاهما متساويان أما في الحال فالوضع يختلف فالحال هو وصف لصاحبه أيضا ولكن الحال دائما نكرة وصاحب الحال دائما معرفة أما في الصفة فيأتي الاثنان نكرة أو الاثنان معرفة فيسمى الحال أيضا وصف نكرة منصوبة تبين هيئة صاحبها والحال يأتي مذكرا ومؤنثا كلمة الحال نفسها عند الإعراب نقول حال منصوب أو حال منصوبة وتأنيث أفصح فلذلك سنتحدث عن الحال بصيغة المؤنث تابعوا الأمثلة معي المثال الأول جاء المعلم راكبا كيف جاء المعلم راكبا فكلمة راكبا هنا هي الحال والمعلم هو صاحب الحال وموقعه في الجملة جاء فاعلا وعند إعراب الحال نقول راكبا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة ويجوز أيضا أن نقول حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة وقلت التأنيث أفصح فهنا صاحب الحال وقع فاعلا وننتقل إلى المثال الثاني شاهد الشرطي السيارة مسرعة إذا سألنا كيف شاهد الشرطي السيارة ستكون الإجابة مسرعة ننظر إلى كلمة مسرعة هل هي اسم؟ نعم اسم هل هي نكرة؟ نعم نكرة هل هي منصوبة؟ نعم منصوبة ماذا وصفت كلمة مسرعة؟ وصفت السيارة هل السيارة هنا معرفة؟ نعم معرفة إذن تطابقت الشروط مسرعة اسم النكرة منصوبة تبين هيئة السيارة وقت مشاهدة الشرطي لها فتقول مسرعة هنا حال والسيارة هي صاحب الحال وموقعها في الجملة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وعند الإعراب نقول مسرعة حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وننتقل إلى المثال الثالث قابل محمد علي مصرورين هما الاثنان مصروران كيف قابل محمد علي؟ قابل محمد علي مصرورين محمد مصرور وعلي مصرور الاثنان مصرورة إذا نظرنا إلى كلمة مصرورين هل هي نكرة أم معرفة؟ نكرة هل هي منصوبة أم مرفوعة؟ هي منصوبة ودلت على اثنين محمد علم وعلي علم ومحمد موقعها في الجملة هي فاعل وعلي مفعول به إذن نقول الاثنين معا وعند الإعراب نقول مصرورين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها مثنة ونسأل كيف قابل محمد علي مصرورين؟ إذا صح الكلام أن نقول وهما مصروران إذن هي حال كيف شاهد الشرطي السيارة وهي مسرعة؟ إذا صح الكلام فهي حال كيف جاء المعلم إذا صح الكلام وهو راكب؟ إذن هي حال عندنا أكثر من طريقة نتعرف بها على الحال وننتقل إلى المثال الرابع شوهد المريض صابرا شوهد هو فعل مبني للمجهول من الفعل شاهد إذا سألنا كيف شوهد المريض؟ شوهد المريض صابرا وهو صابر فكلمة المريض هنا وهي صاحب الحال موقعها في الجملة نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وكلمة صابرا هي الإجابة عن السؤال بكيف وهي ناكرة وقد وصفت الاسم المعرفة إذن هي حال وعند الإعراب نقول حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة وهكذا نقيص على الأمثلة المشابهة لها ونكمل معا الأمثلة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج منها خائفا يترقب الحديث هنا عن سيدنا موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب كيف خرج منها؟ الإجابة خائفا أين صاحب الحال في هذه الآية؟ صاحب الحال في هذه الآية هو الضمير المستتر وتقديره هو عائد على سيدنا موسى عليه السلام فحينما نقول فخرج هو المقصود صاحب الحال هنا وهو معرفة لأنه ضمير والضمير من المعارف وعند الإعراب نقول خائفا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن كيف جاءكم المؤمنات؟ مهاجرات وهن مهاجرات فكلمة مهاجرات هنا اسم نكرة منصوبة ووصفت المؤمنات وموقع المؤمنات في الجملة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم وهي صاحب الحال ومهاجرات هنا حال منصوبة وعلامة نصبها الكسرة لأنها جمع مؤنث سالم وننتبه لعلامة نصب جمع المؤنث السالم قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعثوا في الأرض مفسدين كيف تعثوا في الأرض؟ مفسدين فكلمة مفسدين هنا وقعت حال هي اسم النكرة وصاحبها هو الضمير في كلمة تعثوا واو الجماعة والضمير من المعارف وعند الإعراب نقول مفسدين حال منصوبة وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم جاء الضيوف جميعا أو جاء الضيوف قاطبة أو جاء الضيوف معا أو جاء الضيوف سويا هذه الكلمات كلها تصلح أن تكون حالا وهي من الكلمات التي تأتي دائما حال كلمة جميعا وكلمة قاطبة نفس المعنى وكلمة معا وكلمة سويا نفس المعنى وإذا رأيت هذه الكلمات في جملة فتعربها وأنت مغمض العينين على أنها حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة ولو سألنا كيف جاء الضيوف لقلنا جميعا أو قاطبة أو معا أو سويا وعند الإعراب نقول عليها جميعا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة وإلى هنا نكون قد انتهينا من شرح درس الحال المفردة وسنتحدث إن شاء الله في المقطع القادم عن أنواع الحال المفردة مرة ثانية والحال الجملة والحال شبه الجملة واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا